اشتركوا في القناة وأنبياءه قال تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته وأنبياء الله عز وجل هم المثل الأعلى في كل خلق نبيل نوح عليه السلام ظل يدعو إلى الله عز وجل ألف سنة إلا خمسين عاما ظل يدعو قومه ولم ييأس أبدا من إيمان قومه ألف سنة إلا خمسين عاما يدعوهم إلى رب العالمين وهذا أيوب عليه السلام مسه الضر قال تعالى وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين ظل في بلاء وظل في كرب ومرض ولكنه مع ذلك ظل أمله في الله عز وجل كبيرا ظل أمله في شفاء الله عز وجل عظيما فظل يدعو ربه ويناجي مولاه وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فجاءت الإجابة من الله عز وجل جاء الفرج من الله عز وجل فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين هذا يعقوب عليه السلام لم ييأس في أن يرجع الله عز وجل إليه ولديه بن يمين ويوسف عليه السلام قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل لما فقد ابنه يوسف قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصحون ولما فقد ابنه بن يمين قال فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم ظل يدعو قومه ولم ييأس أبدا من صلاحهم وإيمانهم ورجوعهم إلى رب العالمين حتى إنه لما ذهب إلى الطائف ووجد من قومه إعراضا وإباءا واستكبارا وإيذاءا دع الله عز وجل ولكن عافيتك أوسع لي لما جاءه ملك الجبال يريد منه أن يسمح له في أن يستأذن الله عز وجل أن يطبق على قومه الأخشبين لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم ييأس من إيمان قومه وظل أمله عظيما وقال ولكني أرجو أن يخرج الله عز وجل من أصلابهم من يعبد الله ويوحده ولا يشرك به شيئا الأمل طريق الأنبياء وصل لهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم